تحقيق مع سائق مخمور يقود بعكس الاتجاه السبب في وفاة شاب في النمسى العليا نسمع كتير جدا عن أخبار عن أخبار كتير سببها حدثة أنه السائق كان مخمور يعني شايفين الصورة قدامنا معبرة الصورة معبرة عن نفسها يعني ما هي الإجراءات القانونية المتبعة في حوادث القيادة تحت أسير الجحول وكيف يتم التعامل مع السائقين المخالفين في مثل هذه الحالات في النمسى طبعا تكلمنا عليها كتير في أخبارنا ونزلنا العقوبات نعم 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 صحيح يعني بصراحة شوفي بس هيك حطولنا الصورة شوفي الصورة شوفي الصورة قديشها مرعبة نعم شوفي حادئ الصورة يعني شوفي بصينا أول شيء مخمور وماشي بعكس الاتجاه وماشي بسرعة عالية يعني لحظي الصورة انت شوفي المشهد اللي ظاهر أمامنا اللي ظاهر أمامنا شوفي السيارات يعني دليل إنه حتى اللي عم يمشي بعكس الاتجاه عم يمشي بسرعة عالية وحرام النتيجة شو كانت شاب عمره 19 سنة يا بو سينة قدم حياته أو خسر حياته نتيجة هذا الحادث الأليم فهون بصراحة يعني أنا فعلا هذا جريمة مضاعفة بكرة بطلع لك حكم أو بطلع لك نتيجة الحكم اللي صار آه هذا كان تحت تأثير الكحول وبالتالي ما بطلع عليه حكم مشدد بين حكم سنة و سنتين نتيجة القتل ليس العمد لأنه هذا ليس قتل العمد هذا لنتيجة حادث وتحت تأثير الكحول بتلاقي بيأخذ له سنة سنتين بالسجن وبجوز ما يكونوا كلهم تحت التنفيذ ويطلع وانتهى الأمر راحت على مين يا بو سينة؟ راحت على الشاب اللي فعليا خسر حياته عمره 16 سنة وواحد مخمور مجنون عمره 47 سنة عم بيقول بعكس الاتجاه وعلى الطريق السريع بالنمسى العليا مع الأسف هاي النتيجة فلازم أنا هون بيقوله يجب تشديد القوانين للقيادة تحت تأثير الكحول يعني يجب يكون فيه فيه أحكام كتير 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 صارمة كتير مبالغ فيها يعني هذا المفروض المفروض على الأقل يروح سجن عشر سنوات بس عشر سنوات وإذا موش غلط يكون حتى 15 سنة وهذا حادث هاي هدا جريمة انت فهمنا انك عما تذكر وعم تشرب ما حدا جبرك تطلع وتقود سيارتك وتقودها بعكس الاتجاه لا هي جريمة بصراحة جريمة والجريمة الأكبر منها اللي لم يدان بعقوبة قاسية هذا الشهر اللي استهانة بروح الناز دي جريمة قتل مرابلين